الحالات الحربية وتموينها مما أدى إلى قصور في عملية توفير المبالغ اللازمة للبنى التحتية والتنمية ونجم عن ذلك حالات إنسانية بالغة في الاحتياج وكذلك لا ننسى أن هناك من ضحى بنفسه وترك وراءه عائلة في عمليات بطولية قل نظيرها في العالم أجمع وهذه العمليات وهذه التضحيات هي التي أسأمت في تحرير مناطق العراق من داعش ومن الجماعات المسلحة التي مارست أعمالا غاية في القسوة والوحشية تجاه سكان المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها للأسف هذا الاجتماع وهذه الفكرة الهدف منها هو وجود قاعدة للتنسيق بين العاملين الإنسانيين بهدف استخدام أمثل للموارد ومن ازدواجية المشاريع والبرامج التي كثيرا ما نلاحظها أثناء عمليات الاستجابة سوى في عمليات الإغاثة أو المراحل التالية في عمليات البناء والإنهاش وساهم ومنذ البداية معنا الأخي الدكتور هاني في بلورة هذه الفكرة والتحضير لها وتشكلت لجنة مصغرة من بين أكثر الجمعيات والمنظمات الفاعلية على الصعيد الدولي هذه اللجنة عقدت اجتماعات متكررة وعملت بشكل جدي ودعو على انتهاء أو انهاء كل التحضيرات بما يؤمن تحقيق الهدف وشاركنا في ذلك أيضا ممثلون من هيئة الإغاثة أو من الإسلامي كريليف ومن الولد فدريشن ومنها منظمات عالمية لها امتدادات جغرافية في كل أنحاء العالم وساهم معنا أيضا مستشار الهلال الأحمر للتنظيم وهو السيد أقران فيراتي وقد كانت الجهود تنصب بشكل كامل على إعداد رؤية واضحة للتعامل والتنسيق وأن تكون الجهود هذه مستدامة وغير منقطحة وأول شروطها هو توفير منصة عالمية تنطلق منها الجهود الإنسانية بشكل منسق بما يؤمن تحقيق الهدف إن توحيد رؤانا ضمن هذا الاجتماع وبدأ من شركائنا سواء كانوا الدوليين والمحليين سوف يعتمد من خلال ورش العمل التي ستقام ابتداء من بعض الظهر اليوم سيعتمد خطة تنفيذية للسنوات الثلاثة القادمة على وجهات نظر متنوعة وتقييم للموارد المتوفرة وذلك لغلغ غلغ ومستقبل أفضل الشعب العراقي إن جمعيتنا جمعية الإلال الأحمر بالحقيقة تعمل على تطوير الإجراءات والوحيد الرؤى والخطط المستقبلية بالاعتماد على التجارب التي خاضتها في مختلف المجالات وبدأ من مجامع العمل والهجام التوجهية والإلال الأحمر في هذا المجال قد اعتمد خطة عملية وعلمية في ذات الوقت من خلال توفير قائدة معلومات استندت إلى استبيانات ميدانية أنجزتها فرقنا التي انتشرت في مختلفنا على العراق وحققت هذه الاستبيانات وفق الأسس العلمية المعتمدة من قبل الهلال الأحمر العراقي هذه المعلومات وهذه القاعدة من المعلومات ستوفر الدليل لبناء خططنا التنفيذية للسنوات الثلاثة المقبلة وستكون هذه الخطط قائمة على أرصة هذه الخطط ستكون عملية وقابلة للتطبيق ويمكن أيضا مراقبتها وتقييمها أثناء وبعد التنفيذ وستكون منالك لجنة توجيهية تعتمد كافة الأسس العملي والمهنية والعلمية في إجراءتها وستستمر هذه اللجنة في متابعة الإنجاز ومراقبة عملية الإنجاز بما يؤمن تهيئة كافة المستلزمات اللازمة تجاوز العقبات وتقوية كل عوامل الإيجابية المتأتية خلال عملية التنفيذة لا أريد أن أضيل في الحقيقة ولا نريد مهرجانا خطابيا وإنما يكون جلسات عمل جلسات عمل تنتج وتنتج أشياء مفراقية والتي نهدف أساسا إلى خدمتها والتخفيف المعاناتها وأكرر شكري لكم على هذا الحضور وللأسف أن البعض لن يستطع الالتحار بسبب غروف الجوية نتمنى أن نوافعهم بنتاجها هذا اليوم مع بدء ورشاة العمل لتكون الفائدة أفضل شكري للدكتور هاني البنك على جهوده القيمة شكري لكل الحاضرين اليوم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممثلاً عن منظمات المجتمع المحلي أدعو سعادة سيد أحمد أبد الحسين رئيس مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية للتفضل بإلقاء كلمته مشهور أعوذ بالله من الشيطان بداية أتقدم الوافر الشكر والتقدير إلى جميع الإلال الأحمر الإرابي في إقامة غير طبيعية التي واجهها من الإنسان وانفج التاريخ فبعد أن عاش الجنس البشري على شكل رسول صغيرة ومن ثم قبالاً أكبر توحدها رابطة من القرابة والدم تمكن للإنسان بعد الزياد وعيه وتراتم خبراته من الخروج من هذا المفهوم القاصر وتوحيد أول تجمع بشري من خلال إقامة أول دولة عرفتها الإنسانية تربطها رابطة المواطنة وكان ذلك في العراق مهد الحضارات حيث القوانين الأولى التي سنت لتعريف الحقوق والواجبات واخذت المجتمعات على أمر العصور بالتطور في شتى الجوانب حتى بلغت مرحلة توحيد تجمع بشري لضمه عراقاً وقوميات أو أدياناً مختلفة نفهم من ما تقدم والعرق والديني أساس القوة التي تمكن المجتمع الإنساني من الصمود أمام الكوارف الطبيعية وغير الطبيعية والنهار المفهوم الذي توصل إليه البشارية حديثاً بعد أن مرت حروب وتجارب مأساوية قد صرح به أمير المؤمنين عليه السلام قبل 15 قرن ونص تقريباً في قوله الناس طنفان أما أخن لك في الدين أو نظير لك في الخلق وعليه لا تفتصر المسهودية تجاه المستطعفين في العراق على العراقيين فقط بل إن جميع دول العالم منظماتها وأفرادها بسولة عن مديد العون إلى المستطعفين من أيتام ورامل ومهجرين وغيرهم ولما كانت المنظمات الإنسانية غير الحكومية الأسرع استجابة بينما حلت الكوارف فعلينا جميعاً توحيد جهودنا والتعاون فيما بيننا المجالات كافة تأمين السبل الكفيلة بحل الأزمات التي يمر به الإنسان في العراق اليوم واستشير أحصائيات إلى أن 20 إلى 25% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحروب المتوالية واتبعاتها والوضع السياسي والاقتصادي المقرر في العراق ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المنظمات غير الحكومية في العراق ما زالت فتية ومفتقرة إلى الخبرات لأنها قامت بعد عام 2003 إذ كان دور المجتمع المدني مختصراً على العمل النقابي فقط الأمر الذي خلف ثقرات في بعض التشريعات والقوانين وسوء فهم لحدود الصلاحيات التي تنظمها وعلى رغم من تعدد نشاطات مؤسسة العين وتوسع الرقة الجغرافية التي تنتشر في العراق وخارف العراق وزيادة المبالغ المالية التي تنفقها بمرور سنوات إلا أننا نؤمن من النهوض المجتمع يتطلب تضافر من جهود المنظمات المحلية والدولية وفتح باب التعاون والتنسيق لما بينهما ومشاركة المعلومات وتبادل الخبرات واسمحوا لي أن تقدم توصيات آمل أن تطبق في المرحلة القادمة أولاً وضع حلول طويلة الأمر فخلال هذه المدة يكون المتضررين محتاجين لتقديم المساعدات ورقامة المشاريع لا تقل عن التي يجري تأمينها في المناطق المحررة ثالثاً التركيز على بناء الطفل كونه بناء للمجتمع وعلى الجهات التنفيذية والركابية وموارسة دورها فيما يفص العمل باتفاقيات حقوق الطفل وموادل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تفعيل دور العام المشترك بين المنظمات المحلية والدولية من خلال تبادل الخبرات عبر دورات متدريب للعاملين وعداد المدربين لتوقين هذه الخبرات حملت بالهجر 17 من أهداف التنفيذ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممثل دائرة المنظمات غير الحكومية في المنظمات العامة في المنظمات سعادة الحبوث سعادة الحبوث بطيبنا ونحن نبدأ من هذه العام ستفى منصة هذا المنطقة لعد أهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة العاقية في مجال تسجيل منظمات ومنع سفات الدخول حيث تساعد ثقافة المجتمع المدني في العاق بشكل مرحوم بعد أبلوان أصحابات داعش ورهابية لتشميل جميع مواعي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وقد شكلت دائرة الظاهر مضاع الماسع عن المساعدة القرامية والحلاقة التشاركية المبنية على الواسسات الحكومية والمنظمات الدولية والماضحين في محاول الاستغمار الإغارة القانوني الذي رسمه القانوني منظمات ورهابية حكوميات من 12 سنة 2010 وتوظيف القدرات والمهارات والخبرات للوصول إلى المحتاجين في أسرع استجابة يمكن تأشيرها خاصة في مجال الخدمات المقدمة داخل المخيمات النازحين حيث شرعت دائرة المنظمات إلى وضع ستراتيجية تسهيل وتيسير أحكام القانون وتبسيط إجراءات التسجيل وتكيفها عبر تجذيب الكثير من الإجراءات التي كانت متبعة سابقا من خلال انتهاج مبدأ الخدمة العامة والتواصل المباشر مع القائمين على إدارة المنظمات وإنجال جميع متطلبات نجاح مهماتهم وإطلاق خدمة التفويض المباشر لفروع المنظمات الأجنبية الراغبة بالتسجيل يتسنى لها اكتساب وضعا قانونيا مؤقتا لأغاظ التسجيل والحصول على سمات الدخول حيث أصبح عدد فروع المنظمات الأجنبية هو تصل إلى 72 منظمة فضلا عن الإشارة إلى أن العدد فضلا عن التخصيصات في المجالات العمل على تخفيف البقر والاستجابة الطارئة في مجالات المياه والبيئة والتغذية والصحة والإيواء وتمكين المرأة والإعاقة والاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات الأخرى ومن أجل التناغم مع خطة التنمية الوطنية والمنهاج الحكومي وإهداف التنمية المستدامة فقد شرعت دائرة المنظمات غير حكومية إلى تعديل هيكلها التنظيمي لمواكبة المتطلبات في وضع الأولويات في التعامل والتوازن مع أدوات السلطة التنفيذية ووضع حجر الأساس لهؤية مستقبلية تتضمن تحديد الفجوات التنموية الحاصلة في الموازنة العامة يتم تغطيتها بالتعاون مع المنظمات الفاعلة والتويج من أجل دعم البرنامج الحكومي وأولوياتهم ومساند جهود المؤسسات الحكومية لمعالجة الفقر والبطالة على سبيل المثال لقد ساعة الحكومة لإتاحة الحيز المطلوب لعمل المنظمات من خلال فتح قنوات عديدة للتواصل كان آخرها الإعاز بافتتاح مكاتب تنسيقية لمنظمات المجتمع المدني في المحافظات والتي ستبدأ العمل مع بداية العام الجديد وتعمل دائرة المنظمات على تويج طلبات سمات الدخول بأوقات قياسية وفق آلية انتهجتها بالتعاون مع مديرات شؤون الإقامة لضمان تسهيل منح تأشيات الدخول إلى العراق لخباء المنظمات فيما بغيت تمكينها من إنجاز نشاطاتها بالتوقيطات المخطط لها السيدات والسادة لقد حققنا هدافة نفخر بها ويحق لها واستعادة مدننا وهويتنا كان بفضل وشجاعت قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها أولاً وللمنظمات الدولية وفوع المنظمات الأجنبية شكراً جزيلاً وبوكت سواعدكم وننتظر المزيد لبناء العراق وعادته إلى موقعه الذي يستحق والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله الكلمة الآن للدكتور هاني البنة رئيس المنتدى الإنساني فليتفضل مشكوراً الحمد لله والسلام وعسول الله طبعاً أخونا في مؤسسة العين كلم كلمة جميلة عن العراق نحن في العراق من علمنا التاريخ كيف يكتب التاريخ نحن في العراق من أنشأنا المجتمع الذي أفرز الإبداعات التي فيما بعد صنعت الحضارات والنهضات للعالم كله فلا يزايد علينا أحد ويأتي نقول أننا نريد أن نساعد شعب العراق شعب العراق أرقى من أن يمد له كيس طحين أو أرقام أو إلى آخره نحن قادرون نحن قادرون بإذن الله سبحانه وتعالى على إعادة أمجاد العراق مرة أخرى لأنها لا تنقطع ولا تنتهي وستظلل آفقها العالم كله وتشعب بها الإنسانية جمعاً الشراكة التي نتكلم عنها ونتكلم عنها الدكتور ياسين من قبل هي الشراكة المتكفأة ليس الشراكة المانح للممنوح أبداً شراكة أنا وأنت سواء أنا وأنت سواء وأنت وأنا سواء لا تأتي لتغير لي ثقافة ولا تأتي لتغير لي قيم ولا تأتي لتغير لي عقيدة فأن الشراكة أنا كجمعية وطنية بإمكانياتي وخبراتي وفعالياتي على الأرض أساوي مالك وأكثر من مالك لماذا؟ لأن بدوني لا تستطيع أن تعمل وبدوني لا تستطيع أن تنقز وبدوني لا تستطيع أن تحصل على المال من المؤسسات الدولية هذه الشراكة التي نردها شراكة تدرب الشباب في العراق شراكة تحارب البطالة شراكة تحارب الفساد وشراكة تمكن أبنائنا في العراق وتملكهم المجتمعات التي يعيشون بها وتنشر الرخاء والمساواة والعدل والرحمة بين أبناء هذا الوطن العريق هذه الشراكة لا نريد كيستحين ولا نريد أحد أن يبكي علينا لأننا لن نبكي العراق ستبنى وستبنى بنا وإن لم يريدوا أن يبنوها معنا فسنبنها نحن بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الشراكة نتكلم عنها والذي نتكلم عنها الدكتوريسين في كلمته في عمل هذا المنتدى أو هذا اللقاء لكي نتشارك جميعاً ونبرز للعالم من نحن من كنا ومن أصبحنا وما سنفعله لنا جميعاً العراق منذ 30 أو 40 سنة كان من أقوى الاقتصاديات في العالم كان من أقوى التعليم في العالم وكان من أقوى المؤسسات الصحية وكذا وكنا بنيجي هنا نشحت من العراق مش هنتحك على بعض العراق غني غني بأبنائي وغني بثقافته وغني بحضرته وغني بقيمه وغني بأخلاقه وغني كمان بمقدرات الطبيعية فلابد أن نأتي لنقيم شراكة شراكة متكافئة بيننا وبين الجميع ونتمنى أن كل من حضر اليوم يعتز بهذه القيم الوطنية التي تجعل مننا لاعبين دوليين مؤثرين وليسنا مستجدين ولسنا مستجدين ولسنا مستجدين أنا أشكركم جميعا وأشكر كل الشركاء وطبعا على رأسهم الهلال الأحمر العراقي وأنا بقول من السنة اللي فات ممكن كنت هنا في كذا مؤتمر مش هاهل فرح أنا رحت زورة الموسل صحة ولا غلط بسبب يمين وشمال ولا فوق وتحت الموسل انت حافظ والسنة اللي فاتت رحت الموسل من ناحية التانية من أربيل وبعدين روحنا للأنبار كنا بنتفسح فيها بردك في نفس الوقت هناك وكلسها تخ تخ شغال يعني لفنا العراق وأنا بيجي العراق من 96 الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى فلذلك احنا عارفين المشاكل في العراق لكن بنقول للمجتمع الدولي العراق غني خدوه شريك خدوه شريك خدوه شريك وأبنائه ومؤسسات الداخلية ودعونا نبني مؤسسات المجتمع الوطني القوية كنا لقاءات كثيرة جدا مع الدكتور المحمد التميمي لبناء المجتمع الوطني العراقي القوي وبناء الشخصية الوطنية العراقية الإنسانية للآن والمستقبل إن شاء الله وده هدفنا السامي وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر